اشتركوا في القناة في الميدان مدة 10 سنة 10 سنة ديال الصبر والكفاح والإجتهاد معكم مريم شجيري في النانا مغربية الغياب ديالي هو ما كانش غياب فقط كان ترتيب الأوراق كيف ما كتعرفوه مجال الفني في المغرب وإنتاج الأغاني في المغرب عرفو حد تغير وحد تنوع نقدروه نسميه طفرة في مجال الأغنية المغربية دونك الواحد ضروري يخصي ياخد بوز يخصي ذو الوقت باش يرجع حسابات ديالو واليوم أنا معكم بأول أغنية من الألبوم ديالي اللي قمت بالإنتاج ديالو وكنتمنى إن شاء الله تنال إعجاب ديالو فكرة الأغنية هي صراحة سمعت الأغنية أول ما سمعتها عجباتني عجبني الموضوع لأنه كي يعني أنه كذا لإلا أن المراء خصت تكون قوية خصت تكون عصامية تحدى أي صعوبات في الحياة فتشي لش عجباتني لها شانسون بغيت نهديها لقاء النساء المغرب ونساء العالم العربي ككل فهذا موضوع اجتماعي متداول فبغيت ندير شي حاجة مختلفة على المواضيع اللي درجة ده بفسحه فأسوتي هنا تسؤال وتفكرت الفاجعة اللي وقعت في منطقة الحوز اللي ربي قدر عليهم الزلزال الله يرحمهم واستعليهم يا ربي وغموا دوزنا معهم أجمل أيام واحد الأسبوع عمري غنساه لأنه المنطقة اسميتها أمزميز قرب المكان الفاجعة تم تصوير ديالكليب هذة الأغنية هذي فالله يرحمهم واستعليهم يا ربي وجدد عليهم الرحمات ويحفظ لنا بلادنا يا ربي المفروض الأغنية تنزل في شهر تسود ولكن المصاب الجلال اللي صاب المملكة المغربية زلزال الحوز ترينا باش نأجلوا الأغنية من موراها جات الإبادة ديالغزة أخوتنا المسلمين الله يفرجع اليوم يكون معهم يا ربي فرجعنا أجلناها من جديد شوف هو هو بحل الميدال الفني بحل مجالات أخرى سننتضمنوا ونحزنوا ونساعدهم بالدعاء هذا الشيء اللي أقدروا عليه لأنه التغيير سيأتي من عند القادة والسياسيين ديال العالم أنجينيغال إحنا اللي علينا هو أن ندعو معهم ونرحموا ليهم يعني نرحموا الأمواد ديالهم ونطلبوا لهم ربي فرجع لهم يا ربي فكيف ما أسبق لي وقيت لك أنا والقطاع الفني بحلوا بحل القطاع سياحي وقطاعات حرة ممكنش نقطعوا أرزق ديال الناس اللي كنشتغلوا معهم واللي كيشتغلوا معنا فمستحيل تجربة ديالي في The Voice هات السؤال صراحة تقولي بزاف لأنه وخدست ديالي أكثر من 12 سنة شوفوا هي أي تجربة في الحياة كنتعلموا منها سواء تجربة كانت زوينة أو لخيبة ممكن استفدو الواحد هو اللي يختار الإيجابي باش يكمل في المصار دياله في الأهداف دياله أنا أكتصر لك باش ما ندخلش في الموضوع بزع لأنه كانت قيسني هاد القيسة هادي ديجا كانت عندي أغنية بديت في توزيع ديالها وشغلت عليها قريب كانت قريبة تالي ففترة سيد اللي أخذيتم عنده الأغنية قطع الاتصال مهم أنا قلت عاسا يكون ما يكون شي حاجة اللي يكون خير ما يكون شي حاجة ما فكرش في حاجة اللي مزويني يعني شكملت الشغال ديالي في هاد الأغنية وبعد فترة صغيرة شفت الأغنية نزلت بصوت فنان آخر فاتفاجأت ما كدبش عليك وهذا شي في البداية ديالي لأنه كما قلت لك الواحد كايش وكيتعلم فاتفاجأت وبقى في الحال ووضعت في بزاك الحويج سواء الوقت ولا الماديين أي حاجة اللي ممكن تختار لك على البال فمن جيت نشوف الفنان اللي خرجت هاد الأغنية صديق وعزيز عليا ففرحت قلت الحمد لله بإذا غنى هالصديق ديالي مكين بس ولكن تعلمت هاد الأغنية ندندليكم منها شوية ولا بلاش هاد الأغنية وما الحبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارحة كان يبغيني واليوم تغير حالو كان دوني عرفتوها تحية كبيرة لفنان سعد المجرد صديق والأخ اللي كان فتخره بي كاملين كان وجهله تحية كبيرة من هذا المنبر وفاشت لقيت بيه عاوت له هاد القصة وتفاجأ حتى أولي أنه أكيد ما كانش عنده خبر على الموضوع فانصحني قال لي شوفها مريم في الضومين أي ضومين الواحد يعتمد على الأوراق والوثائق لأنه مهمين جداً يكونوا عندك الوثائق باش تبدأي في أي عامل باش ما تعانيش و باش ما تخسريش بزاف دلأمور فانصحة في محلها شوف كين فنانين بزاف عزاز على قلبي منهم أسماء المنور يعني ما شاء الله فنانة عظيمة وعندها تاريخ تبارك الله كبير كان فتخروا بيها كاملين العرب كله كيفتخر بيها وكين واحد شخصية أو تاني اللي أنا تكلم عليها دابا إنها خدمت على صوت ديالها وعلى شخصيتها ودازت عليها بزاف ديال المواقع في الحياة يمكن عندها شي حويجات في الحياة ديالها كي يشبرون ليا يمكن هذا شي علاش عندو عليا واختاريت أنني ندو عليا لأن فيها شي أمور عاشهم كانت شابو فيهم بنت مسؤولة عيصامية مسؤولة لعائلتها يعني الواحد منك يكون مسؤول يعني كيكون إنسان قوي أكيد هاد الفنان هادي اللي تقنات أغاني جميع الأنوان الأغاني تقناتهم منهم الخليجي الطرابي الشعبي حتى هو تبارك الله فجأتنا هي الدنيا بطمة في النانا اللي عزيز على قلبي كان وجهها تحية كبيرة من هاد المنبر وكنقولها استمر في هاتشي ديالك لأنك تبارك اللغة دمتين أنا ضد تفهى وليوم الدليل أنا اليوم أنا معكم بأعمالي كان ممكن هاد الغياب ديالي اللي دايجا تكلمت عليه كنت كان رتب أموري كان ممكن نبقى دائما حاضرة في الساحة في سوشيال ميديا بأمور تافية أنا ضد هاد شي صراحة شوف الواحد اللي كي بغي يكون في مستوى عالي يراك يكون في مستوى عالي لأنه إحنا كن نهضر على نفسي أنا كندير الفن للفن مش هي الأشياء أخرى فإلى كان الفن عندي جديد غنكون حاضرة أكيد ما كانش الجديد أكيد غنكون غائبة أنا ضد ضد التفاهى نعم لأنه كي فامتي إحنا إحنا في هاد الوقت وفي هاد العصر هاد شي صراحة مخصوش يكون أنا ضد هاد شي صراحة هو الفن كي يكون فن في الموسيقى والرقص والرسم والتمثيل يعني لواحد ما كيش يعني لما لا يجربوا ولكن أنا معا أن الواحد إلا غي يدخل شي مجال جديد إليه يتمرس أحسن باش يعرف شنو كيدير باش تواحد ما يقول له شنو كيدير هنا فاتي جماليو اللعي بزياج هذا الموضوع هذا صراحة أنا بالي أنه أخذ أكثر من الحجم ديالو لأن الله يحسن لأوان نشوف إحنا ماشي آلة باش نكونوا مضبوطين على أن نكونوا متوفرين لأي واحد في أي مكان في أي لحظة إحنا إنسان ملاحسن لأوان يقدر واحد يكون حازين يكون عنده مشاكل يكون مريد فاتي جمالي غلطت لأن لا يمكن أن يحكموا على الإنسان من أول ردة فعل أول موقف فهمت هذا الشيء اللي أقدر نقول لك هذا الموضوع يكون نحسنه فيه أحسن لا يمكن أن تحكم علي وانت ما معاشرنيش هذا الشيء لا أعرف كيف نتكلم لك ولكن لا أريد أن ندخل في الموضوع أكثر ممكن يكون باز يمكن ما عرفتش ما عرفتش بدون تعليق ما كنتش مغنية ما تعالحة كانوا بزد ديال ديال كنت عنكون في هاتش في الميدان ديال الطاب والحلويات لأنه كان عشقه بزدف وذيجا قريت وتمرس فيه الحمدلله للنفسي والعائلتي وإن شاء الله نزواج وندير ولداتي أكيد في داري غينفعني ونبرع راجلي ولداتي علاش الله فهاتش اللي كيندوك ربي يعطاني هات الصوت هذا كرمني به فأنا كنت استعمل هات الصوت لحاجات اللي أكيد اللي ما تغضبش الله مني أنا كان ممكن كما سبق لي وتكلمت نكون حاضرة في الساحة بأمور تافيها ونقدر ندير أي حاجة يعني كل شيء دبولا عادي يعني كل شيء كي تأكسبت عند الناس ولكن أنا لا أنا في الفن لي الفن مشي الأشياء أخرى موسيقى أول حاجة كم بغي نشكر اليوم 24 على هاد اللقاء الجميل هذا شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم ليا وكم بغي نقول الجمهور سنة سعيدة إن شاء الله بالصحة والعافية وطوط الأمور والنجاح وإن شاء الله يعني نشوفكم سعيدين وتكون سنة أحسن من السنوات اللي فاتت إن شاء الله كم بغيكم بزاف كم بحل بحال ما بقيتوا بغيتوا لحلال ضغيها تنسوا الخير واش مبقى ورجال الحب ولا مستحيل جميلنا في كل من الليل غير أنت اللي نبغي بغي حشو فيا أنا دابا حرة شكرا